بسم الله وأهلا بكم في حلقة جديدة من قناة مع بعضينا شوية بقواقي خشب مع أعوات شوي وشينيور الصافة يعني هنبدأ نعمل اللعبة العجيبة بتاعت النهاردة أول قطعة معنا 10 في 55 سنتي وحبدأ بالقلم الرصاص والمسطرة أرسم العلامات نسيب سنتي ونص من فوق وبعدين علام عند كل 5 سنتي ونص بعد كده بقى في النحية التانية وفي نص الخمسة ونص الأولانية هبدأ هعمل علام وكمل برضو نزول عند كل 5 ونص تاني وإلخ إلخ هشد خطين علام على الأجناب عند 2 سنتي ها دي بقى العلامات اللي هشتغل عليها بعد كده عوات شوي من العادية جدا وحبدأ أقص منها قطع بطول 4 سنتي فهعمل بقى علامات عند 4 سنتي ومضاعفاتها وبالأصافة هأسأس القطاع دي ببنطة 5 ملي نفس قطر عود الشوي وحبدأ أعمل ثقوب في العلامات تمام كده هنضفها بورقة صنفرة ونكمل شوية غيرة وحمسك بالأعوات الصغيرة واحدة واحدة أدخلها في الثقوب اللي عملتها ووديها دقيتين عشان تثبت أخيرا خلصتها مترصصين خلف خلاف قطعتين كونتر كمان 10 في 25 أو أي مقاس بقى تحبه بس لازم تخلي الطرف بتاعها مقصوص بميل 10-12 درجة مثلا يعني حاجة بسيطة أهو كده فهقصها بالمنشار العادي وكمان هعملها بالشكل ده كده حركات مش أكتر أهم قطقيت حلوين والبواقي دي بقى حب أركبها جوه عشان تمسك الأعدف بعض شفت السرعة؟ مفيش ملل ولا تضيع وقت الحرف ده حيركب عليه السدابة اللي فيها قطع أعواد الشوي آه دي المنظر اللي عايزين نوصله فحلزقه بالغيرة كفاية أو نقطتين سوبر جلو مش مستهلة أكتر من كده عايزين نعمل بقى بقلز اللي بيقع ويتكابل في لعبتنا تقدر ترسب أي شكل تحبه أنا هشرح لكم الأساسيات هنعمل ثقبين في الجنبين بس بميل لفوق شوية يعني زاوية حادة بالشكل ده كده عشان الدراعات تبقى مفتوحة لفوق فبنفس ذات نفس البنطة هعمل الثقبين في الجنبين آدي الشكل لما هركب فيه عواد الشوي وهاجي بقى على الخشبة الأساسية بقى حركة بقلز وهو نازل على الأعواد نلزق الدراعات مثلا بالسوبر جلوب ونجرب إلعب بيتش أقلب الله ينور يا عمدة ده الشكل البسيط اللي عملناه ممكن ترسم بالألم وش وجسم وتعمل أي حركات فنية ناسبك أو تخليه يلابس جرفطة وقميس ووش بسيط أو يا سيدي تقدر تركب كورة من فوق وتبقى هي الرأس حسب بقى إمكانياتك أنا عملت من بقى الخشب المجنو والخشب السويدي شكل بقلز قريب من بقلز اللي أعرفه خلينا بقى نجرب بقلز هتسأل بقى السؤال بتاع الحلقات اللي من النوع ده إيه فايدة اللعبة دي أولا اللعبة دي بتتبيع أولاين يعني في ناس بتبيعها وناس بتشتريها وناس بتكسب منها وناس بتلعب بيها ثانيا لو عندك طفل 3-4-5 سنين هيحبها جدا جدا وعشان تصدقوني عن اللعبة دي أهدتها لصديقي عمر خلاص السراحة هو أخدها مني غزم وقتدار لبنته عشان كده مقدرتش أقول له لا أنا بحبه هو وأولاده جدا جدا فمش حاصيكم بقى اللايك والشير وإن شاء الله نتقبل على خير سلام عليكم اشتركوا في القناة